في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نبارك لشبكة مواطن الإعلامية افتتاح مركز مواطن لحرية الصحافة، ونأمل أن يكون هذا المركز منبر حر ومستقل يعمل في الدفاع عن حرية الإعلام والصحافة، ومنصة للتعبير عن آراء الناس وهمومهم والمطالبة بحقوقهم، وأن يقوم بنقل الخبر بمصداقية وحيادية دون تحيز أو تهويل. كل التوفيق لجميع القائمين على هذا المشروع. في اليوم العالمي، أتمنى المواطن الإعلام المواطن للحرية المترجم للحرية المترجم للحرية المترجم للحرية. ترجمة نانسي قنقر